هنكمل بقى الماسألة معانا ده ده الجزء الاول. الجزء التاني بقى ان انا هعمل يشك على الشير. ما تشك على الشير موضوع سهل جدا. ان احنا بنمشي مسافة دي على نفس اللي فادي. دي على الاثنين وبنطلع مسافة اسمها واي واحد. فالواي واحد كابت سوا اكس واحد نقص دي على الاثنين. فانا طلعت هنا مين? الواي واحد بالنسبة. برضو نفس الكلام هتطلع كونتك تبريجر على مسافة دي على الاثنين. شفت الموضوع سهل جدا تمام. اللي على مسافة واي واحد من هنا. ايه على مسافة واي واحد. وانت مغمض. الكنتاكت بريجر خمسة تكون الكنتاكت بريجر الكبير. نقص الكنتاكت بريجر فرق بين الكبير والصغير. اهو كنتاكت بريجر كبير. نقص الفرق بين الكبير والصغير في المسافة اللي انت عايز تحسب عندها على مين? على ايه? عند اي مسافة تقدر تحسب الرفرنس بتاعك هيكون من هنا وتمشي في الاتجاه مين في الاتجاه ده? حتى لو انت عايز تجيب الكنتاكت برجر عندهش العمود من ناحية تانية تقدر تجيبه. من توردني المسافة دي لي اكس واحد زايد مين زايد طول عمود وتشتغل عادي. كده طلعت الكونتك تبريجر خمسة تطلع الافريج بين واحد وخمسة. كده طلعت الكونتك تبريجر. بعد كده خلاص الموضوع بالنسبة لي. انا تعلمنا كتير وخلاص بالنسبة لك. الكوة بتاعت الشير. هتضرب الكونتك تبريجر متضرب في المسافة وي واحد في عرض مين في عرض الاعدة المسلحة بالنسبة لي فاطلع كام بالرقم ده وبعدين هتجيب السترس بتاع الشير بالنسبة لنا السترس بتاع الشير هيساوي ايه؟ قالك هيساوي الكوة بتاعة الشير على المساحة المعارضة الشير و źنشرحنا الكلام ده قبل كده اللي هي الجزء ده بالنسبة لي لو هتحرك في الدبس او عرض القعدل المسلحة في من في الدبس بالنسبة لي فاطلع سبعمية سبعة وتمانين يعني بوين سبعة تمانية سبعة بين نيوتن على المليمتر مربع بتقارم بالقيمة الألاوبول زي ما احنا قلنا 0.16 جزء الف سيو 0.16 الف سيو كاب 30 نيوتن على الجاما كونكريت واحد ونص تطلع بالرقم ايه بالنسبة لنا ده لو انت بصيت ان الكيو شير اكبر من الكيو سيو فبالنسبة للمسألة مين انت سيف طبعا انا الكلام ده كله قريدي شرحنا فانا بجرد الفرق الوحيد ان هي دي بس هي دي ازياد عن المرة اللي فاتت وهي دي ازيادة في المومنت على المرة اللي فاتت وهكذا بالنسبة لك بقى ايه بس هتعالي بقى نكمل اه قالك بعد كده اه انت خلاص بقى بالنسبة لك الدبس ده فانا زودت الدبس 60 سانتي وخدت الكوفر بقى السمك بالنسبة لي 65 سانتي وبعد كده عملت تاني المسألة بكل حاجة مثلا فاطلع الشير بالنسبة لي بعد كده البنش زي ما احنا تعلمنا في البنش في البنش هعمل ايه برضو هي الستيب الاولى انك برضو احنا قلنا البنش بنمش دي على اتنين من وش العمود صح ولا لا من كل الاتجاد وبنطلع اللي حاجة اسمها الA زائد الدي والB زائد الدي اللي هو مثلا كنا بنسميه XY اللي هي البرمتر من الاخر بتاع البنش اللي هي الحتة دي ونهنطلع A زائد الدي اللي هو A عرض العمود زائد الدي اللي هي بين 4 زائد الدبس وطبعا احنا قلنا الدبس ب60 سانتي وهنطلع سمي المسافة دي X وسمي المسافة دي Y براحتك تمام؟ بالنسبة لنا هنكمل بقى مع بعض والجزء التاني اللي هو الاتجاه اللي هو الطويل بالنسبة لنا فهقول طول العمود زائد بردومين زائد الدي ان احنا قلنا زي ما احنا تعلمنا ان احنا بناخد بنمشي في البنش دي على الاتنين من وش العمود في جميع الاتجاهات طبعا قريدي انا بشرح موضوع ده بسرعة انه قريدي الكلام ده مشروح قبل كده فتعالا بقى نكمل هتجيب بقى البرمتر اللي هو اتنين في الطول طول البنش زائد مين زائد العرض زائد عرض البنش يعني اتنين في الطول زائد العرض خلاص اتنين في اللي هي بوينت سبعة خمسة مفروض الاركام دي معلش فيها مشكلة اللي هو واحد وكامب وبوينت اربعة سبعون كده بس نتأكد من الاركام تمام يا شباب يبقى هتحط اتنين هو الرقم هيبقى مزبوط بس بس الاركام دي ايه زبطها شوية يعني زبطها يعني هتقول اتنين الطول بتاع البنش اللي هو واحد بوينت اربعة زائد واحد فيطلع اربعة بوينت تمانية في مزبوط بس هي الاركام دي تعود فيها غلط تمام فانا بالنسبالي خلاص بقى نكمل المسألة يعني بالنسبالي للموضوع خلاص كده جبت البرمتر انا بجهز الحاجات دي قبل المسألة يعني وانت بيقولك انا لازم اطلع على الحاجات دي ثاني حاجة الموضوع هنا الانتجاه الطويل في المومنت وانتجاه الصغير في المومنت وانتجاه في الشير وانتجاه في البنش الانتجاه البنش هو هو عبارة عن الكنتكتب ريجر واحد زي الكنتكتب ريجر اثنين على الاثنين وتكمل المسألة بتاعتها بعد كده كنا بنجيب مين بقى خلاص خطوات بالنسبالي دي كلها بقت عادية جدا هتجيب بعد كده اللي هو الكيوب بتاع البنش كنا بنقول الكيوب بتاع البنش اللي هو الحمل العمود اللي هو الحمل اللي جاي من فوق اللي هو البي اللي هو اربعة اللي هو اللي جاي من تحت مضروبة في المساحة اللي هي بايه اللي هي الجزء ده اللي هي المساحة دي فالمساحة دي اللي هي عبارة عن اكس واي ايا كان المسمى اللي هي واحد اربعة وايه و واحد 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 كده فكل الحاجات الباقية بالنسبة له حاجات سهلة جدا وبسيطة مفيش اي اختلاف عن اللي فات غير ان انا جبت كونتك تبريجر افريتش مفيش اي حاجة تانية مفيش اي اختلاف خالص عن ده كله من كده الموضوع انا بشرحه بسرعة او بقوله وقلت لك بس الفرق الوحيته بعد كده هتجيب اللي هو الكوة بتاعة البانش على المساحة بتاعة البانش واحنا زي ما نقولت لك المساحة بتاعة البانش اللي هي المساحة المتخشرة بالاخضر زي ما انت شايف دي لان البانش هيخترك العمود هيخترك العادة في المساحة اللي هي المساحة السطحية زي ما احنا قلنا بالشكل فانا هنا بالنسبة لي هضرب البرامتر في ميل في الدبس فاطلع 613 يعني 0.613 قلنا الالاوب والبانش انا هتشرح طيب قلت لك عندك يعتبر فيه تلات كوانين بس القانونين المهمين بالنسبة لي هو القانون الاول والتالي وانا قلت لك ام تتطبق في القانون الاول ده وانا تتطبق في القانون التاني قلت لك تعالى نبص على التاني القانون التاني ان الاي على البي دي لا تزيد عن نص الاي اللي هو عرض العمود والبي طول العمود دي ما تزيدش عنه ام تتطبق في ده قلت لك القانون التاني ده هيكون كريتيكال في حالة ان طول العمود اكبر من ضعف العرض فقط يعني عمود 30 في 70 عمود 30 في 80 وهكذا فعلا الطول اكبر من ضعف العرض لكن امت القانون في الباقي هتطبق في كله بخلاف ذلك يعني انت هنا اصلا بوين تلاتة واحد ستة جاز ريف سيو على جامع كون كريد طلع لي بالرقم ده انت عارف لو جيت طبقت في الرقم ده حيديني نفس الناتج ليه لان ان طول العمود ضاع في العرض العمود كان طوله تبانين سنتي وعرضه ربين سنتي فانت ما تقسم اربعين على تبانين او بوينت اربعة على بوينت تمانية يديني نص فنص زاد نص بواحد فانت رجعت للقانون مين الاول عشان كده قلتلك القانون ده اللي هو القانون التاني امتى يكون فعال او امتى يكون هو الكريد في حالة ان طول العمود اكبر من ده في العرض في خلاف ذلك يشتغل بالقانون اللي فوق هو ده ها يديني قيام برضو اكبر تعال انا بنكمل خلاص طلع وان بوينت فور فانا بالنسبة لي اجهاد اللي هو الاسترس بتاع البانش قل من الاول فانا بالنسبة لي البانش من النسبة لي سيف اه فيه تشيك اسمه تشيك اسمه بيرنج وهنا قلنا البيرنج يا شباب القانون بنطلع حاجة اسمها السيجمة بتاعت البيرنج اللي هو حمل العمود ultimate على مساحة العمود وهي باليونيتس اللي هي نيوتن على المليمتر مربع كام تسعة ونص بعد كده فيه سيجبابيرنج اللي هي بون ستة سبعة الف سيو على الجاما كون كريت في جزر الاريا الف على الاريا كلم طب الاريا كلم دي مفهومة طب امو الاريا الاريا الاف دي قلنا الاريا الاف هي المساحة مساحة المتمثلة حوالين العمود من الاعداء بمعنى ايه انت خلي بيالك انت رف رفة بالنحيان دي واحد كد واحد بون سبعة صح ولا لأ والرف رفة دي بالنسبة لي بونت تسعة فانت هترفرف بونت تسعة من جميع الاتجاهات بالشكل ده عشان تبدأ ايه عشان تبدأ تشتغل بالنسبة لي اهو هي دي بقى المساحة المتمثلة من الاعداء حول مين حول العمود بتاخد اقل رف رفة تاخد والكلام ده تشرح في السكشن بالتفصيل تاخد اقل رف رفة وبعد كده ايه بتمشيها في الحالة دي الاريا فوتنج هتساوي ايه قالك هتساوي اللي هي اتنين في بوينت تسعة زائد طول العمود اللي هي المسافة دي اهي بوينت تسعة من ناحية دي وبوينت تسعة من ناحية دي زائد طول العمود ونفس الكلام نحطة عني اتنين في بوينت تسعة زائد اربعة من عشر هتطلع كده فانت هتجيب بقى بقولك ايه جزر الاريا ف يعني جزر الاريا ف على الاريا كلام طلع اربعة بوينت كام اتنين تلاتة بقولك احنا زي ما نقولنا ان في شرط ان جزر الاريا ف الكلام لا يزيد على الاثنين. فلو زاد على الاثنين هتاخده بكام? هتاخده باتنين بالنسبة. فانت هنا تطلع السيجما بيرنج فتطلع بالنسبة لي اوكي سيف. فانت مفروض تستخدم المينموم للديولز. كلام كله سهل. فاللو هو بوينت او او خمسة من الاريا كلام طلع الف وستمية مليمتر مربع. يبقى تاخده تمانية فوايسة تاشر. كل الكلام ده كلام بسيط. بحس وتشرح مرة واثنين وتلاتة فبتمكرر. شو حاجة جديدة بالنسبة لك. اه بعد كده احنا بس مجرد قلنا الفرق الوحيد. اه الخطوة اللي بعد كده بقى اللي هي الكاريتكال سيكشن للتسليح. قلنا التسليح يا شباب هنطلع حاجة اسمها اريو. صح? اريو اللي هي بتساوي مين? بتساوي الام بالنسبة لنا. اه المومنت اهو خلاص شفت انا صممت على المومنت ربعمائة سبع عشرين. خلاص بقى ربعمائة وخمسين ما اشتغلش علي. لازم الوحدات بتاعتي توباب نيوتن والميلي في الاريو. تمام? فالمومنت هنا ربعمائة سبع عشرين في عشر وستة على البيت كل شغلي هنا على عرض شريحة واحد متر. اللي هي الف ميلي في الدبس ستو ماتر بيه اطلع واحد بوينت تو. طب بنعمل ايه? قالك بتدخل منحنة. تمام? سواني بس اشوف المنحنة موجود ولا لأ? تعالى بقى نكمل بقى مع بعض. احنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. ان الاريو طالعت بكام بوين بوينت تو. الاريو البي ستريب في الدي تربيه. قلنا المومنت لازم يكون بالنيوتن في الميلي. فعشان كده قريد دي ده ربط في عشر وستة. وهنا عرض الشريحة واحد متر لازم يكون بألف ميلي في الدبس تربيه برضو بالميلي. طلع وان بوينت تو. فين وان بوينت تو? اهو. ده وان بوينت تو بالنسبالي. اهو. اش ده واحد فان بوينت تو. هتطلع هتنزل كده. اهو. طلع تقريبا اربعة من عشر بالزبط. فانت خلاص اهو بقت بالنسبالي. الميو بالنسبالي اربعة من عشر ولازم دي تكون بيرسل الميلي. بعد كده قلنا بنطلع في حاجة اسمها ميو مينيمام واحد وميو مينيمام اتنين. ميو مينيمام واحد وان بوينت واحد على الف يلد في مية. وان بوينت واحد على اللي هو كان من دي الف يلد في مية وستين طلع بوينت تلاتة واحد. دي الميو مينيمام واحد. وبنطلع ميو مينيمام اتنين اللي هي واحد بوينت تلاتة من الميو دي زاي اللي هي واحد بوينت تلاتة في بوينت اربعة طلع بوينت خمسة اتنين كده جبت الميو مينموم واحد والميو مينموم اتنين بناخد المينموم منهم هي دي تبه مينموم يبه المينموم من الاخر بوينت تلاتة واحد وطبعا الميو مينموم لازم تكون اكبر من بوينت خمستاشر في المية يعني خلي بالك لو الميو مينموم مثلا طلع بوينت واحد فور فانت الميو مينموم هتشتغل على بوينت واحد فور لك لأ هتشتغل بوينت خمستاشر لان احنا زي ما قلت لك في البلطات ان الميو بالنسبة لنا لازم تكون اكبر من بوينت خمستاشر فيه لو انا عندي الحديد بتاعنا اللي هو الحديد بتاعنا فانا بالنسبة لي بوينت تلاتة واحد رقم كبير بالنسبة لنا فخلاص بس دلوقتي ده الميو مينيموم طب والميو ديزاين بي كان ببوينت فور طب انا هصمم على الميو ديزاين ولا الميو مينيموم طب ايه هصمم على الميو ديزاين لان الميو ديزاين اكبر من الميو لو الميوم منيموم اكبر من الميوم ديزاين هصمم على الميومين. هصمم على الميوم منيموم. فاحنا هنا في الميوم منيموم بناعمل الطلع اسمه ميوم منيموم واحد. وميوم منيموم كام نسبة لي.ходاخد الاقل من النهم. فالقل من النهم الاقل لم يابين ثلاثة واحد. طبعا اقرنها انها لازم جيدها اكبر session اكبر من كل labeled 15% وارج descobrirها الميومين بالميوم ديزاين. فطلعت اقل جبلاي هصمم على الميوم بالنسبة. يبقى الاريا ستيل بقى هتساوي الميو في البي سترب برضه في الدبس الميو لازم ترجحها لابسوليوت اللي هو بوين تاربعة على المية في البي سترب طبعا انا بشتغل بالميلي فاشتغل اخد شريحة 1000 ميلي في الدبس اللي هو 600 فاطلع 2400 طبعا 2400 مسأل تشتغل مفروض تشتغل فاي 22 يعني ده 22 بالنسبة لنا هو الرقم يطلع مزبوط 7 فاي كام 22 بس الرقم دي مش مزبوط بالنسبة لنا هات لو احنا الجينا جربناه اقلنا الفين وربعمية وبعد كده نزلنا تحت بالنسبة لي هادي باي باي على الاربعة على الاربعة في في نسبة لنا مسلا خط فايت اتنين وعشرين تربية يعني كتر فايت اتنين وعشرين فايت ديني كان في الاو ستة وينت تلاتة في الرقم مزبوط بس ايه هو الرقم ده مش مزبوط يعني كده بالنسبة لي سبعة فايت اتنين وعشرين انا هحط سبعة فايت اتنين وعشرين ايه في المتر بالنسبة لي هتكمل بقى المسألة بتاعتك عادي تشتغل الشورت ديركشن بص الشورت ديركشن في الحالة دي بص الميو مينيمو بص بص عشان بس ايه انا بس عايز اشتغل حت اللي هو الشورت ديركشن عشان اوضح نقطة انت وريدي طلعت الاريو مفيش مشكلة الاريو طلعت بوين تلاتة ستة فوين تلاتة ستة رقم صغير جدا حتى لو جيت احوط هنا بوين تلاتة ستة اللي هو ده ده زيرو ده بوينت اتنين ده بوينت كان بوينت اربعة بوينت الستة هنا فانت اصلا لو جيت خبط كير فتلاقي اصلا الميو طلع الميو بتاعتك طلع بوينت واحد تمام فبوينت واحد دي الميو بتاعتي. بطلع على الميو مينموم واحد وميو مينموم اتنين. ميو مينموم واحد. واحد بوينت واحد. على الف ييل طلعت بوينت تلاتة واحدة عادي مفيش مشكلة. طب الميو مينموم اتنين اللي هي واحد بوينت تلاتة. في الميو ديزاين طلعت بوينت تلاتاشر. بوينت كامت تلاتاشر. مفروض المينموم ان انا هاخده منين من اللي هو الاصغر من الاتنين دول. يعني بوينت تلاتاشر. بس البوينت تلاتاشر اقل من بوينت 15% فانا الميو مينموم بالنسبة لي هتبقى بوينت 15 هرجع اقار الميو مينموم بالميو مينموم الديزاين فلا اطلعت فعلا الميو مينموم اكبر من الميو ديزاين فانا هصمم على مين على الميو مينموم هنا شفت ادي الفكرة كلها دي النقطة اللي انا كنت اعيزة اتكلم ايه اتكلم عنها طبعا تفاصيل تسليحك اللي امنا ع Mulが وده بس اللي انا ايه كنت اعيزة واضح